بزيادة تقترب من ألف جنيه مصري للطن أعلنت شركات الحديد في مصر رفع أسعارها في نعكاس سريع للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا زيادة الطلب بالسوق المحلي تزامن مع تفاعلات أوكرانيا وروسيا مع تخوفات من نقص المواد الخام وتأثر حركة الشحن العالمية بالأزمة أهم معادلة في اقتصادية السوق الحرية طول الوقت وجود الطلب فمصر في ظل توجهات الدولة وجود مشروعات قومية عملاقة فده الطلب موجود التغيرات من الوقت للتاني في الأسعار ده نتيجة أسباب أغلبها عالمية الأسباب دي منها أزمة روسيا وأوكرانيا الأزمة الأخيرانية ووجود الخام البلد عند الدولتين دول تحديدا بس في مصر عندنا بدائل نستورب منها زي الصين وزي تركيا المنتجين في مصر عندهم القدرة الكافية أنهم يتعاملوا مع الأزمات لأن عدت أزمات قبل كده كتير وأقوى من كده بشكل كبير بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية فإن متوسط الأسعار الجديدة لطن حديد التسليح في مصر وصل إلى 16 ألف جنيه تنتجه مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح منها 4.5 مليون طن من خامل حديد محليا بينما تستورد 3.5 مليون طن من الأسواق العالمية الكتلة الخرصانية بتخذش فيها قد إيه من نسبة الحديد يعني حنقول التلت لغاية العشر لغاية التسليح النهائي في التكلفة النهائية بس برضك التلت في التكلفة اللي هي الكتلة الخرصانية الأولانية دين ما تعتبرش قيمة قليلة ولما نقول العشر بالنسبة للمنتج النهائي بالنسبة للتطور العقاري برضك مع الزيادة الجنونية اللي احنا بنتيز نشوفها دلوقتي حتى تعمل تعزم قيمة العقار بطريقة ما هي الشلطيفة يذكر أن روسيا وأوكرانيا من أكبر منتج الصلب في العالم بإنتاج سنوي يصل إلى 71 مليون طن و21 مليون طن على التوالي وبالتالي فإن توقف العمل بالمصانع أو تعطل حركة الشحن في موانئ البلدين لفترة أطول ستؤثر بالتأكيد على الإمدادات في أسواق الحديد العالمية برمتها وينعكس ذلك صعودا على مستويات الأسعار رغم المسافة التي تزيد عن 2300 كيلو متر إلا أن الانفجارات على الأراضي الأوكرانية انعكس أصداها على عدد من السلع الاستراتيجية في مصر وعلى رأسها حديد تسليح وسط تخوفات من تواصل الارتفاعات بشكل قد لا يتحمله المواطنون مينا حبيب قناة الغد الخاهرة